موسيقى مرحبا مكان بجنوب شرق أمريكا عدد قليل من الناس قدروا يدخلوا يتعرفوا عليه لأنه مغطب الكامل بأكوام من الجليد بسبب انهيار جليدي كبير صار عام 2014 فتحول لكهف صعب وخطير ويسمى مندن هال الجليد داخل الكهف مميز الشكل ويرجح البعض أنه تكون بهالشكل بسبب طيارات المياه أو الانفجارات البركانية من الداخل الكهفة عم يكون التقص عم يستمر جو غائم ماطر على فترات من معظم المناطق وعم تكون هطولات غزيرة ومصحوبة بالريعد وحبات البرد بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية من البلاد كما عم تستمر درجات الحرارة بانخفاض لتصير أدنى معادلاتها بحوال درجتين لأربع درجات مئوية الرياح الغربية الجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدل عم تراوح بين 10 و15 كم في الساعة أما الرطوبة عم تراوح بين 55 و90% والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج وعم تسجل درجة حرارة المية 18 درجة من ثلث تقص العاصمة دمشق عم تكون الأجواء فيها ماطرة وعم تسجل عليا 15 درجة رح ننتقل على المحافظات السورية ورح ننتج جولتنا من المنطقة الجنوبية سويدة عم تسجل فيها العلية 14 درجة درعة عم تسجل السورة 7 درجات والتقص ماطر أما بلق نادرة عم تراوح بين 4 و12 درجة مننتقل للمنطقة البسطة على حمص وحماء بحمص عم تسجل عليا 15 درجة والأجواء مكافية ماطرة أما بحماء عم تسجل السورة 5 درجات بالمنطقة الساحلية بترتوس عم تسجل عليا 16 درجة والتقص ماطر أما بلدية عم تراوح بين 12 و16 درجة وبالواقس كاندر عم تسجل عليا 16 درجة بالمنطقة الشمالية بإدلب عم تسجل فيها العلية 15 درجة والتقص مكافية ماطر أما بحلب عمسجة الصغرية 6 درجات أخيراً رحنا ننتقل على المنطقة الشرقية على الرقة يلعم سجر فيها العليا 15 درجة والتأس فيها ماطر أما بالحسكة عم تراوح بالعشرة 18 درجة وأخيراً بالهر الزور عم سجر فيها الحرارة العليا 23 درجة أخبار التأس اليوم خاصة تلاقوني بكترات وبخير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة